وصفة اليوم ستكون من المطبخ الإيطالي البانيتون الذي هو نوع من المريوش المعروف والشائح قطني ومنسم وزيد بثاف بني يأتي في واحد الكسات يأتي بثاف كبار و ينضرب واحد لفارين سبيسيال اليوم سنتقل لكم في مول الجنواز وفارينة المخيرة لديك 45 تمامة اول شيء في الليل ووجه ما يسمى بالبوليش متكون من الخميرة الماء والفارينة يتحط غير فوق البوتاجي غدا من ذلك سنخلطه مع كمية الفارينة السكر البيض العسل الملح مبشور ليمونة وحب تينا مع عصرها نبدأ نعجن ونزيد فيه خمس دقائق قوية تعجن نزيد في السرعة ونحط الزبدة مدة عشر دقائق يجب علينا أن تحصل على العجينة تبريب وهكا الويندو باينتاس ناجح خليتها ترتاح نصف ساعة وحطيت لها زبيب المخطوط في عصر تينا وموالفين يضعوا لفخوية كونفي وليزي كوخس مما كانوا متوفرين عندي طويتها وزيت خليتها ترتاح نصف ساعة واحدة اخرى قدرت لها مدوطي والعجينة كانت ديجة مفخفخة ما شاء الله هنا تقدروا تخلوها تباد في الثلاجة ولا تخلوها تختامر زود سوايا الكمية هذه خرجت لي وحدة كبيرة وزود صغار كنت قدر نقص من الكبيرة ونخرج ثلاثة صغار كورتها فقط وحطيتها في المول وخليتها تتضاعف دهنتها بالصفر شلحتها باش نحط في كل فتحة الزبدة طيب تعالى 180 مدة 35 اطقيقة في حوايدهم يعلقوها بالمقلوب ويقسمها غدا من ذلك وانا كجزائرية خليتها بردة وفتحتها وستمتعنا بي رائعة في الماداق لازم تجربوها الى وصفة اخرى سلام